عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا باعزاء الطالب والطالبات. اتمنى ان تكونوا في احسن الاحوال. اذا لم تقع الا قيام قلائد الامتحان الوطني. اتمدنا لكم مسبقا حظا سعيدا. اذا فيما يخص لحيصة اليوم ستكون حول موضوع خاص بدرس الاحتمالات. موضوع اقترحه عليكم لانه موضوع شامل. ويتضمن اه الاسئلة التي هي من المفروض ان يكون الطالب ملما بها وهي تتعلق بشجرة الاحتمالات. اذا على كل حتى لا اطلع عليكم الموضوع الان امامكم. يمكنكم اخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعون والاجابة عن مختلف هذه الاسئلة. فالموضوع يتكون من ثلاثة اسئلة. احترطحت عليكم هذا السؤالين. حدفت السؤال المتعلق بالضغياب الارياتوار لانه ليس من من الاسئلة المفروضة في هذا الانتحال الوطني. واحتفظت بالاسئلة المهمة التي هي في المقرر الانتحال. اذا الصندوق عدنا صندوقين. صندوق اي اه يحتوي على ستة كوريات حمراء. واربع سوداء. وعدنا صندوق تاني يحتوي على كوريات ثلاثة حمراء. وكورية سوداء وكورية زرقاء. جميع الكورات متماثلة. اولا نسحب عشوائيا ثلاثة كوريات على التوالي بدون ارجاع من الصندوق اي اه. اولا شكل الشجرة الاحتمال المناسبة لهذه الوضعية. ثم احتمال الحصول على ثلاثة كوريات من نفس اللون. وتحسيم الحصول على كورية حمراء على الاقل. السؤال الموالي. قلت نوضيف ان عدد ان كورية سوداء الى الصندوق اي اه. وان كورية حمراء إلى الصندوق نسحب كرية واحدة من الصندوق وكرية واحدة من الصندوق التي تكون حادث الحصول على كريتين من نفس اللون أو نعين قيمتين حتى يكون قدع إذن هذه هما الأسئلة المقترحة إذن سنمر الآن إلى الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة إذن فيما يتعلق بالسؤال الأول هو تشكيل شجرة احتمالات لا بد من تريد هنا لأننا عندنا هنا صندوقان الصندوق الأول لما نهتم فقط بالصندوق الأول إذن الصندوق الأول فالكرة التي نتحبها إما أن تكون حمراء وإما أن تكون أسود سوداء ثم بعد سحب هذه الكرة نمر إلى سحب كرة أخرى بحيث تكون هذه الكرة أيضاً إما أن تكون حمراء أو تكون سوداء نمر إلى السحب الثالث فنسحب كرة إما أن تكون حمراء أو أن تكون سوداء إذن كذلك بالنسبة لهذا السحب الثالث أما إذا سحبنا كرة سوداء نمر إلى سحب كرة أخرى من الصندوق حيث ستكون إما حمراء أو سوداء نمر إلى السحب الثاني إذن ستكون كذلك حمراء أو سوداء وهنا كذلك حمراء أو سوداء إذن تنظر بأن هذه الأمور يجب أن تفهموا أكثر الشيء الثالث خاصة نوضع ما هي احتمالات كل هذه الأحداث أو الحوادث الأحداثية إذن فبالنسبة للغن التي نسحب منها إذن لدينا أولاً الصندوق فهو يحتوي على ست كرات حمراء وأربع كرات سوداء إذن فعندما أقول سحب كرة حمراء من ضمن كم كرة من ضمن ستة إذن عندنا هنا ست كرات حمراء مقسومة على عدد كريات اللي هي عدده عشرة إذن إذا كان ستاق بلما نصدع رصي غده ناق أربعة على عشرة بشكل مجموع هو واحد إذن عندما نسحب كرة الحمراء كم تبقى لدينا من الكرة إذن من قوموا بسحب كرة حمراء سنبقى عندنا فقط خمس كرات حمراء وأربع كرات سوداء إذن إذا قمنا بسحب كرة حمراء سنسحبها من ضمن خمس كرات إذن يعني أننا عددنا خمس ألا كم عدد كرات سيصبح فقط تسعة إذا عددنا سحبنا كرة حمراء سنمر إلى تقعدنا هنا أربع كرات حمراء وأربع كرات سوداء إذن فا احتمال سحب كرة حمراء سيكون ماذا؟ هو اربعة من ضم كم? من ضم تمانية. اتمنى ان يفهمني الجميع لان هذه الامور هي التي يجد فيها الطالي صعوبة كبيرة. اذا بالنسبة لنا خمسة ساعة سعود هنا بلما نقصد عراسي هنا ايه يكون مجموع وهو واحد اذا قدقى هنا لعدنا اربعة على سعود. هنا اربعة على تمانية اذا قدقى هنا كذلك اربعة على تمانية. هنا قد نجيل هنا يا. في الوقت اللي قد نسحب كرة سوداء. كم سيبقى لنا? قدقى هنا تمانية الكورات. اذا لسحب كرة حمراء يعني عدنا خمسة من ضمن ماذا? من ضمن تمانية. اذا قدقى هناك تلاتة على تمانية. قد نجيل هنا لسحب الكورة الاولى كانت سوداء. اذا لسحب كرة حمراء من ضمن كم عدد الكورات الحمراء التي لدينا? عدنا ستة. ولكن ستة ضمن كم? ضمن عشر عشر حدنا واحد يقضي من تسعة فقط. اذا شها قدقى عدنا هنا ثلاثة على سعود. في الوقت الذي نسحب كرة الحمراء بقات عدنا تمانية كورات فقط. اذا كم عدد الكورات الحمراء المتبقية? عدنا خمسة من ضمن تمانية. اذا قدقى هنا كذلك ثلاثة على تمانية. في وقت السحب كرة سوداء. سحبنا كرة سوداء بقات لنا تسعود. ولكن عند سحب كرة سوداء سيبقى لنا غير تمانية. ضمن هات تمانية كم لدينا كورة حمراء. عدنا ست كورات حمراء ضمن تمانية. اذا سيبقى هنا شهال جوج على تمانية. اذا فالشجرة هي اصعب شيء صراحة. فبمجرد ما تشكل شجرة احتمال سيبقى الاسئلة الاخرى كلها اسئلة بسيطة للغاية. اذا فما هو اذا سحب ثلاث كرات على التوالي على سحب كرات آآ النفس اللون. اذا لي يكون هذا الحدث لنسمي هذا الحدث حتى لا نخالف لان هنا كنا اكي الحدث آآ نقوم مثلا الحدث بنسميه ابي اذا وماذا هو الحصول على ثلاث كريات من نفس اللون. ما معناه من نفس اللون? يا اما ان تكون حمراء او تكون سوداء. اذا قلنا اصمينا ببي. اذا ما هي هذه كرات? لاحظوا معي هنا. مش تكون من نفس اللون اما ان تكون حمراء ايق. او تكون سوداء. اذا يكفي ان نقوم بضرب هذه الاعداد. يعني عدنا ستة على تسعة فيما يتعلق بالحكورية حمراء في خمسة على سعود ستة على عشرة. اعفوا. خمسة على سعود في اربعة على تمانية. بالنسبة هاد هاد المصار. اذا بالنسبة لكوريات السوداء. عدنا اربعة على عشرة. ذو قد ندين هنا زائد اربعة على عشرة في ثلاثة على سعود في جوج على تمانية. اذا يكفي ان تقوم بالعملية حسابية. غد تعطينا امياء وربعة وربعين على سبعمية وعشرين. اي واحد على خمسة. بالنسبة هذا السؤال. ده بغض نمر السؤال الموالي وهو المتعلق ب نفترض انه نسميه السي. الى بغي نسميه السي. هو الحصول على على كورية حمراء على الاقل. هذا ماذا يعني? اما ان تكون واحدة او اثنان او تلاتة. اذا فلتسهيل المأمورية عليها لنا باش نسهل على الجاوب على هذا السؤال. يمكننا اخذ بعين الاعتبار الاحتمال المعاكس. لهو الحصول على اي كورية حمراء. اذا نقول عدم الحصول على اية كورية حمراء. اذا باش. اش فقط يعني الحصول على تلات كورية سوداء. اذا اللي رجعتو اه شجرة احتمال تقديرو اربعة في ثلاثة في جوج على سبعمية وعشرين. دون غطينا اربعة وعشرين على سبعمية وعشرين. وبالتالي الاحتمال سي هو اه موان اربعة وعشرين على سبعمية وعشرين. اي ان بي دو سي غت خرجها. خرج لينايا تسعود وعشرين على تلاتين. اتمنى ان يكون جوابي صحيحا. اذا فولا بالنسبة لهذا السؤال. غادي مشون ده بزوق ده بالسؤال المهم اللي هو التالت او التاني. لان احذفت سؤال التاني. اذا اهلا ماذا ما هي الاشياء اخصي نفهمها اولا. عدنا الصندوق اي اه. وعدنا الصندوق اي دو. اذا صندوق اي اه. عدنا ست كوريات حمراء. واربع سوداء. بينما التالت عدنا طرواق هوج اين نوا اين بلو. اذا نقوم باضافة ان ان كورياء سوداء هنا. وهنا نضيف ان كورياء حمراء. اذا خاصة نفهموا الامور. اذا فما هو احتمال الحصول على كورتين من نفس اللون. اذا يعني انهم غسوا يكونوا روج روج او نواق نواق. اذا ما ننسوش بانا تناخدوا كورياء من اليوغن اه. وهنا كورياء من اليوغن دو. عدنا لا تنسوهاش لله يخليكم. اذا فا لابربابيتي دو هاد ليوغن سميه نسميته اه. خاصنا باش نحصل على نفس كوريتين حمراء واين. خاصنا ناخدوا كورا اولا من ضمن هاته الكورات الحمراء التي عددها ستة. وكورا هادي في النسبة بالنسبة لكورة اي دو اللي بغن ناخدوا كورة حمراء خاصنا ناخدها من عدد الكوريات الحمراء والتي لا تنسى من خلال هاد الشكل اللي احطيتكم دانا. وهو طروة عدنا طروة هوج زائد ان هوج. يعني هي طروة بلوس ان. خاصكم نتابو هاد امور هاد جيدا. او نسحب كورية من الكوريات السوداء والتي عددوها كاتر بلوس ان. دوك والا. ونمر الى لغن تانية اللي عددوها واحد. دوك ما كيش مشكل دوك ا من ا. سيوغ ماذا? سيوغ الكاردينات ناخدو كورا من ضمن لغن ا يعني ديس بلوس ان. وكورا من 5プلس بلوس ان. بنسبال لغن 2. عدد است، نفو ديس بلوس ان وزم اضمل اقوى آه . so buttست представ belki من ياس 6 من وزم 3 وزم N plus 4 sur N plus 10 fois N plus 5. Donc, soit disons 7N plus 22 sur N au carré plus 15N plus 50. Donc, voilà. إذن السؤال مطلوب وهو تحديد N بحيتي كون P2A تقال لتروا 7. Donc, il suffit de résoudre une équation. Donc, P2A égale à 3 septième. هذا يعني on a 7N plus 22 sur N au carré plus 15N plus 50 égale à 3 septième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut multiplier 7N plus 22 fois 7 est égale à 3 fois N au carré plus 15N plus 50. c'est-à-dire on aura donc soit 3N au carré plus 45N plus 150 égale à 49N plus 154. Donc, on aura une équation à résoudre de tube AX carré plus BX plus C donc 3N au carré moins 4N moins 4 égale à 0. donc il suffit de déterminer delta que j'ai trouvé 64 et par conséquent N sera donc égale à 4 plus racine de delta donc c'est 8 sur 2A donc sur 6 donc 12 sur 6 c'est 2 donc N égale à 2 donc voilà donc on a donc terminé avec ce sujet très intéressant donc je vous encourage de le refaire et de le partager si vous voulez pas avec vos collègues pour que tout le monde puisse tirer profit et voilà pour les t'informations et vous souhaitez et vous aitti et la salle et la salle et la salle et la salle et la salle